وطن منحازون للحقيقة للسرعات على الطرق للمشاة للمارة للاستخدام الهاتف أثناء القيادة ومن نهاية النواحي طبعاً إحنا دائماً متواجدين مع أبناء شعبنا كاملاً في أي شيء بتعلق في أي مناسبات موجودين معهم موجودين في الشارع موجودين نشوف شو احتياجاتهم شو أي احتياجات لإلهم موجودين معاها رسالتنا نوصل للناس رفع الثقافة المرورية رفع نكون فيه عند الناس ثقافة من ناحية لحزة من ناحية استخدام الهاتف تستهتار بحياة الناس والمارة في الشوارع وفي الطرقات حملتنا بالشرطة على السائقين من واحد تسعة شغالين على المخالفين وعلى متابعة المركبات التي تقوم بمخالفات خطيرة واي شيء بكون من المواطن ضمن حملات معاينة توعوية او من ناحية اعلامية او من ناحية بروشورات هذا الشيء طبعا اكيد راح يساعد وراح يعطي المام للمواطن انه فيه هناك ناس معنيين فيكم مهتمين بامركم وسلامتكم في الوطن احنا كشرطة موجودين في اي مساعدة بطلبها المواطن مننا اذا كان عن مستوى توزيع بروشور او عن مستوى من ناحية اعلامية اه فيه هناك تنسيق كامل بيننا وبين الاعلام في كل محافظات الوطن بشكل عام وكمان على مستوى البروشورات اذا بتكون فيها مؤسسات او شركات احنا جاهزين يكون موجودين بنوكف على المفترقات ومن مع المؤسسة اللي داعمة او مع الشركة اللي قائمة على هذا الموضوع بتأمين توزيع البروشورات على السائقين والاخوة السائقين وكمان اذا دائما دائما في اي حالة اذا بكون فيه بروشور وبيكون فيه معاشة أغلب بسيطة لو وردة الناس بتحس انه فيه ايش يمليح والناس نقصها بس فقط المتابعة والاعلام لوصلها لبر الامان ونتمنى ذلك من الاخوة المواطنين انهم يتساعدوا مع كل الشركات والمؤسسات الداعمة مع الاخوة الشرطة ومع الاعلام الفلسطيني الذي دائما ينادي على سلامة المواطن وسلامة السائق يكون في بر الامان ونتمنى ذلك من الاخوة الجميع ان يلتزموا بذلك وطن منحازون للحقيقة